بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات التعليم الفن الصناعي أهلا ومرحبا بكم في بيتنا مدرسة أعزائي طلبة الصف الرابع تخصصات ميكانيكية هنستكمل اليوم الماكينات والأليات اللي بدأنا فيها الحلقة اللي فاتت وكنا تكلمنا عن أنواع الماكينات وإزاي أقدر أقسم الماكينات حسب الوظيفة أو حسب الحج أو حسب القدرة المحركة ليها أو حسب الحجم بتاعها وكل دا تكلمنا عنه الحصة اللي فاتت وتكلمنا عن الإجهادات وقلنا أن الغرض من موضوع التصميم كله أن أنا بشوف الإجهادات اللي بتأثر على الجزء المتحرك عندي اللي هو العمود أو الترس بتاعي أو الماكينات عموما وبشوف الإجهادات اللي بتأثر عليها هل الماكينات بتاعتي أو الجزء المتحرك عندي هيتحمل هذه الإجهادات أو الضغط عليه ولا لا وشوفنا الأحمال وأنواحها وقلنا أن أنواع الأحمال عندي ثلاثة حمل استاتيكي وحمل ديناميكي وحمل متكرر أو أحمال دورية بصورة متكررة وتكلمنا عن إجهاد الضغط وإجهاد الشد وقلنا أن إجهاد الضغط لو تفتكروا معايا كده مع بعض أن القانون بتاعي بيقول لي أن السجمة تي بتساوي الاف على الاي يعني ايه يعني إجهاد الشد بتاعي بيساوي القوة على المساحة اللي بيأثر عليها القوة أو الحمل بتاعي كذلك قلنا أن السجمة سي اللي هو إجهاد الضغط بيساوي برضو الاف على الاي وقلنا أن دايما الإجهاد في حاجة متلزمة معاها باستمرار وهي اسمها الانفعال وقلنا الانفعال دو نتيجة أن جزيئات المادة أو جزيئات الجزء المتحرك عندي نتيجة الحمل أو الضغط الموجود عليه بتبدأ تتغير أو يحصل فيها نوع من الخلل في الروابط اللي موجودة بين الزرات وبعضيها وممكن يحصل ترتيب أو أعادة ترتيب للزرات حسب الإجهاد المتعرض ليه المعدة فقلنا اللي أن الفعال اللي هو الاسمه الابسلون بتاعي الابسلون بتاعي بساوي الدلتا ال على ال اللي هو مقدار التغير في الطول على الطول الأصلي بتاعي المشغولة طيب لو بقول الدلتا ال ده عبارة عن ال رقم ال ال 2 نقص ال ال 1 على ال ال 1 يعني الطول بعد نهاية التشغيل نقص مطرح منه الطول قبل التشغيل على الطول قبل التشغيل يديني مقدار الانفعال بتاعي طيب وخدنا مسائل على إجهاد الضغط وخدنا مسائل على إجهاد الشد نيجي مع بعضينا نشوف إجهاد التالت بتاعنا اللي هو بقول عليه إجهاد الانفعال والقص إجهاد الانفعال والقص هو عبارة عن إن فيه جسم موجود أو جسمين متسبتين على بعض زي ما احنا شايفين كده مثلا في الرسم بتاعي جسمين على بعض كده ممكن متسبتين بمصمار برشام مصمار البرشام ده لو أنا أثرت على الجسم ده بقوة شد هنا كده وشديت F هنا وحطت F هنا F دي F1 بتسوي F2 القواتين متساويتين ولكن في اتجاهين متضدين فبيعملوا F مصمار البرشام بيعرضوا القوة إيه؟ كسر فالمصمار هنا بيحصل له كسر فبيقول هنا إجهاد القص أو إجهاد القص المباشر أو البسيط طب إجهاد القص المباشر أو البسيط القانون بتاعه بساوي إيه؟ رمزه عندي ما بقولش سجمة T أو سجمة C لا بقول إن التاو بساوي ال F على الإيه؟ يا مصدر هو كله ال F على إيه؟ قلت لك ما أنا قلت لك قبل كده إن الإجهاد دايما بساوي القوة على المساحة المقطع اللي بتأثر عليها القوة يبقى هنا أي إجهاد أيا كان نوعه دايما قوة على مساحة طيب زي ما احنا شايفين في الرسمة على الجهاز عنده كذا شغلة هنا متسبتها بمصمار برشامة هاي قدي شغلانتين على بعض متسبتين بمصمار برشام القوة F1 والقوة F2 متساوين في المقدار ومتضدين في الاتجاه فحصل هنا قص للمصمار البرشام زي الرسمة التانية اللي انت شايفة هنا بدأ يحصل إزاحة له الجزئين بدأوا يتحركوا على بعض فعمل قص المصمار البرشام وبدأ يقص المصمار طيب هنا دي وصلة واحدة طب لو وصلتين برضو نفس القصة لو أنا أثرت بقوة ضغط أو قوتين متضدين في الاتجاه ومتساويتين في المقدار هيأثروا له على مسامير البرشام أيا كان عددها ويحصل قص ليهم ويحصل إن المصمار يتكسر ويتعرض لإجهال طب نشوف مسألة عشان أهم حاجة عندنا اللي هي التطبيق بالمسائل بتاعتنا لإن هي اللي بتثبت المعلومة أو بتثبت القانون اللي عندي المسألة بيقول لي بيقول لي في الشكل المقابل قطعتين من لوح من الحديد الصاد يراد توصلهم بمصمار برشام قطر المصمار فبيقول لي إن دي بتساوي 12 ملي متر يبقى دا قطر المصمار أول حاجة ما بديها له 12 ملي متر طيب احسب إجهاد القص يبقى هو عايز لإيه التو بتاعتي بتساوي كام المؤثر على مصمار البرشام علمان بأن الحمل المؤثر على طرفي الواصلة مقداره 20 كيلو نيوتر يبقى الحمل أو بقول عليها الإف أو القوة بتاعتي بتساوي 20 كيلو نيوتر اللي هي لو هحولها للنيوتر بقول 20 في كام يا أولاد طبعا الكيلو أنا عارف إن بساوي كام ألف يبقى في ألف يعني في عشرة قصة ثلاثة وتحولت بالنيوتر يبقى من كيلو نيوتر لنيوتر ضربت في كام في عشرة قصة ثلاثة عشان أضرب أحولها لنيوتر طيب هو عايز إيه في المسألة عايز إجهاد القص بتاعي اللي بتعرض لمصمار البرشام طبعا أنا بقول إن إجهاد القص اللي هو التاوي بيساوي الـ على الإيه على يا مستر دا مش مديني غير دي أقول له بقى لازم أحسب الإيه طب أنا هحسب الإيه هو مصمار البرشام دا مش قطره دائري يبقى عبارة عن مساحة دايرة اللي هي بقول إن الإيه بتاعتها بتساوي الباي في الدي تربيع على أربعة وتاني نفهم الباي في الدي تربيع على أربعة جات من إيه لإن أنا بقول إن الإيه مساحة الدائرة أصلاً بتساوي الباي في نص القطر تربيع طب هو مديني القطر يا مستر بقول بشيني الأر تربيع دا هي وحط مكانها القطر على اتنين الكل تربيع تربيع ما بجأ وزع القص على اللي جوه القص يبقى دي تربيع واتنين تربيع يعني اتنين في اتنين بأربعة يبقى هنا جات إن الإيه بتساوي الباي في الار تربيع اللي هي بتساوي الباي في الدي تربيع على أربعة لو أنا هاشتغل بالقطر كامل طيب يبقى الأول أحسب الايه بتاعت الايه المصمار البرشام اللي هيتعرض ليه الحمل اللي عند اللي هو لشين كيلو نوتن واشوف المساحة بتاعته بتساوي كام اللي هي الباي الدي تربيع على كام أربعة هتساوي طبعاً كلنا عارفين إن الباي هي تلاتة واربعتاشر من مي في الدي تربيع الدي اللي هي اتناشر ميلي يبقى اتناشر في اتناشر او اتناشر كل قس اتنين زي ما أنا كاتب ادي تربيع طيب على الاربعة اللي عندي الكلام ده كله هيطلع بالآلة الحسبة بتاعتي مضرب تلاتة واربعتاشر من مية في اتناشر في اتناشر تساوي على اربعة تساوي هلأ ايه طالع مية وطلاتاشر واربعة من مية ملي متر مربع طب ملي متر مربع ليه مصر ما احنا كنا اديه من دهالب الملي متر بس اده طول واحد لكن لما اضرب طول فطول بجمع القسس يبقى دي ام قس واحد زي ام قس واحد بام وص اتنين اللي هو ملي متر ايه مربع دي المساح طب انا جبت المساح يبقى سهل اول ان انا اقول تي بتاعتي بتساوي هه الاف على الا اللي هي بتساوي الاف بكام بعشرين في عشرة قس تلات على المساح اللي هي طالع بمية وطلاتاشر واربعة من مية هتساوي مية ستة وسبعين وتلاتة وتسعين طيب الاف تمييز بقى التاو اللي هو اجهاد القص بساوي ايه تمييز القوة اللي هو الاف او بقيس القوة بالايه بالنيوتن على المساحة بالملي متر المربع يبا هنا قدرت احسب اجهاد القص بتاعي بساوي كام بالنسبة لمصمار البرشاب طيب نشوف مسألة تانية وكل المسألة دي موجودة معانا في كتاب المدرسة وبنحلها كلها وكده احنا النهاردة هنكون خلصنا تمارين كل الباب الاولان وحلناها مع بعضين طيب المسألة بتقول ليه بتقول لي القطعتين نحصا يراد توصيلهم بمصمار برشاب قطره 15 ملي متر اديه المصمار البرشاب بتساوي 15 ملي متر ادي اول بيانة عندي في المسألة طيب احسب اجهاد القص عايز التاو برضو بتطلع بكام المؤثر على مصمار البرشاب علما بان الحم المؤثر على طلفي الوصلة مقداره 40 كيلو نيوتن طبعا 40 كيلو نيوتن دوت احنا قلنا ده عبارة عن الحمل او القوة يبقى الاف بتاعتي بتساوي 40 كيلو نيوتن اللي هي بتساوي 40 ها اضرب في كام برافو في 10 عس 3 عشان احولها النيوتن بس يبقى عند الاف وعند الدي طيب زي ما اشتغلنا المرة فاتت هجيبي الايه الايه طبعا مساحة مقطع المصمار تاني عبارة عن مساحة دايرة يبقى الايه بتساوي البي دي تربيع على 4 هتساوي البي 3 و 14 من 100 في الدي تربيع اللي هي 15 في 15 على 4 هتطلع بتساوي كام لو انا اشتغلت بالقلال حسبة بتاعتي وضربت الكلام دا كله في بعض وهيطلع المساحة بتساوي 100 76 و 73 و 63 من 100 طبعا بالملي متر الايه المربع لان انا شغال على ايه على مساحة طبعا انا جبت المساحة ابدأ اعوض في القانون بتاعي اللي هو التاو ها بتساوي الاف على الايه الاف بكام باربعين ها في عشرة قصة على المساحة اللي هي 176 و 63 من 100 هتساوي كام 200 26 26 و 46 نيوتن على الملي متر المربع يبقى طلع الاجهاد القص بتاعي بساوي 226 و 46 من 100 نيوتن على الملي متر المربع زي ما احنا شايفين حلينا مسألتين دلوقت على اجهاد القص وما فيش اي فرق بينه بين اجهاد الشد او اجهاد الضغط لكن هي من صياق المسألة انا بفهم عشان اكتب الرمز بتاع الاجهاد بتاعي هو هيديني سجما تي ولا هيديني سجما سي ولا هيديني تاو هو طالب ايه مني يعني اجهاد شد ولا اجهاد ضغط ولا اجهاد قص طيب فيه اجهاد تاني ممكن نشوفه اللي هو اجهاد القص الالتوائي ده انا لو مسكت عمود زي ما انت شايف في الرسمة على الجهاز عندي اهي عمود متسبت من احد الطرفين والطرف التاني انا بابدأ بعرضه القوة تعمله لوي او هعصره يبقى القوة اللي هتعصره دي او هتلويه هتعمل فيه ايه هتعمل فيه انفعال انفعال هيعمل ايه هيعمل للشكل اللي انت شايفه كده هيلف هنا بمقدار زاوية اهي الزاوية دي قد ايه والزاوية دي قد ايه وبدأ يعصر في التمرين بتاعي زي ما يكون انا مسك حاجة مبنولة مية مثلا وبعصرها عشان انا نشوفه طيب لما عصر التمرين بتاعي ولفه فبينشألي عن طريق العصر ده الشكل اللي انت شايفه ده التخيل اللي احنا تخيلناه اهو بديني هنا زاوية اللي هي زاوية العصر بتاعت الشكل اللي انا حصله ده هو وحصل في ايه اجهاد نتيجة للقوة اللي اللي انا عرضت لها ايه جزء العمود بتاعي طيب الاجهاد ده بيتحسب ازاي عندي اجهاد القص الانتواعي بقى قانونه عبارة عن ثلاث اجزاء التاو اللي هو اجهاد القص على الار يبقى اجهاد القص تاعي او جهد القص الالتوائي اللي انا بقصر به على العمود على الار اللي هو نص قطر العمود نتساوي التي على الج طيب التي التي ده عزم الالتواء اللي انا لو شفت في الرسم اهو عزم الالتواء ده هما جيتها لف لان القوة اللي هنا هي القوة اللي هنا فبتعمل لحاجة اسمها عزم القوة في طول الزراع بتتدينا عزم فده عزم مقدار عزم الازدواج اللي اثر على العمود وعمله الليل الي انا شفته في الرسم طيب طيب اللي هو عبارة عن العزم القطبي العزم القطبي للمساحة حول محور الجسم يعني العزم القطبي للمساحة حول محور الجسم هو خد مساحة العمود او مساحة الجزء اللي تأثر للاجهاد عندي اللي هو اجهاد اللي وحسب المساحة وبقسمها على او بضربها في مساحة الجزء او مساحة المقطع اللي حصل فيه لي بالظبط يبقى هنا مساحة في مساحة فبتد يبقى تميزها بالام ملي متر لكل قصة اربعة مع انه عزم واحنا متعودين ان العزم عبارة عن القوة في طول الزراعة لا هنا هو اعتبر مساحة الجزء المعرض لاجهاد اللي لكنها القوة اللي بتأثر على العبود يبقى هنا المساحة في مساحة المقطع بتاعة العمود نفسيها يديني العزم القطبي للمساحة حول محور الجزء خلي بالنا بالحتة دي عشان التمييز بتاع طيب بتساوي ايه تاني بتساوي الجي في السيتة على ال ال طيب السيتة اللي هي الزاوية اللي انا ورتها لك على الرسمة اللي تكونت لما جيت قلوي العمود وبالتلي الزاوية اللي هو ما عملنا مخطط اكن الجسم حصل له ايه بالظبط فطلعت لزاوية تنحراف عن ايه المحور الافق بتاع الجسم طيب دي السيتة طيب ايجيها يا برعا ايه معامل الجساءة لمادة العمود معامل الجساءة ده بيبقى مقدار سابت هو بيدهولك في المسألة طيب ايه معامل الجساءة هو مقدار تحمل المادة للاجهاد اللي عندي يعني المادة دي هتصمد قصاد الاجهاد اللي قدامي ولا هيتشوه شكلها يحصل فيه تشوه الشكلها يحصل في تغيير ولا هتفضل سابتة بنفس المعايير بتاعتها او نفس الشكل بتاعتها او نفس الابعاد بتاعتها يبقى هنا مقدار المعامل الجساءة ده هو مقدار تغير الجسم تحت تأثير قوة الايجاد طيب السيتا طبعا زاوية نصف دائرية او بقول عليها زاوية الالتواء بتاعت اللي حصل فيها الالتواء والقل اللي هو طول العمود وهنشوف مسائل ان فيه فكرة مسألة جميلة جدا في الكتاب وبعض الطالبة بتقول ده المسألة نقصة يا مستر بيان او فيها غلط لكن هي ما فيهاش غلطة هو مديك فكرة المسألة بس انت عايز تشغل ايه القانون بتاعك وتفهمه ازاي تحل بيه تعال نشوف مسألة وازاي بطبق القوانين اللي انا شفتها دي بقول لي ايه في المسألة بقول لي عمود استواني صلبه قطره 35 ملي متر يبقى العمود قطر العمود هقول الدي للعمود اهي الدي للعمود بتساوي 35 ملي متر طول العمود واحد واثنين من عشرة متر طيب عشان اريح بالي انا هقرى المسألة الاول واشوف الوحدات بتاعته كلها ايه طيب عمود استواني صلبه قطره 35 ملي متر طيب طوله واحد واثنين من عشرة متر الا ده مدين القطر بالملي ومدين الطول بالمتر طيب مسبت من احد نهاتي يعني العمود بتاعي انا مسبته من طرف والطرف التاني حر وهبدأ اقصر عليه بقوة اعمله لوي او لي طيب والنهاية الاخرى حرة مسبت بها طارة لإدارته 50 سنتيمتر على الطارة دي 50 سنتيمتر يعني يعني قطر الطارة وبقول دي هعملها الدي كابتال هاي قطر الطارة عشان اميز بينها وبين العمود بتساوي 50 سنتيمتر فاذا علم ان معامل الجساءة لمادة العمود احنا قلنا معامل الجساءة اللي هو رمزه ايه هاي الجي بيساوي كام 8 في 10 قس 6 نيوتن على السنتيمتر المربع يبقى اينا اداني معامل الجساءة اداني قطر الطارة اداني قطر العمود اداني طول العمود اللي هو القل اللي هي بتساوي 1 و 2 من 10 متر طيب احسن مقدار الحمل المماسي اللازم لادارة الطارة يبقى عايز ايه عايز الحمل اللي هو رمزه ال F بتاعتي هو عايز ال F طيب الذي ينتج عنه تولد اجهاد قص اجهاد القص الالتوائي قدره 6000 نيوتن على السنتيمتر المربع اجهاد القص اللي هو رمزه التاوي مقدار زاوية عايز السيتة بتاعتي طيب ابص بقى للمسألة كده وقراها تاني بسرعة عمود استواني صلب قطره 35 ملي متر طوله 1 و 2 من 10 متر مسبت من احد نهايته والنهاية الاخرى حرة مسبت بها طارة لإدارته قطرها 50 سنتيمتر فاذا علم ان معامل الجساءة لمادة العمود 8 في 10 أو 6 نيوتن على السنتيمتر المربع احسن مقدار الحمل المماسي اللازم لإدارة الطارة الذي ينتج عنه تولد اجهاد قص التوائي قدره 6000 نيوتن على السنتيمتر المربع وما مقدار زاوية دوران الطارة حين اذا هو عايز الاف وعايز اللي هي القوة او الحمل بتاعلي بأسر على الطارة عشان يعمل ليه في العمود وعايز مقدار زاوية السيتا اللي هي الزاوية اللي هيحصل فيها ليه للعمود قد ايه ومديني قطر العمود ومديني طول العمود ومديني قطر الطارة ومديني معامل الجساعة ومديني اجهاد القص الالتوائي طب ابص الوحدات كلها الاول قبل محل المسألة عشان اوحد وحداتي عد معامل الجساعة من دهولي بن نيوتن على السنتيمتر المربع طيب مقدار الاجهاد او القص الالتوائي بتاعها من دهولي بن نيوتن على السنتيمتر المربع يبقى باقي الوحدات اللي عندي هخليها كلها سنتيمتر طيب 35 ملي عشان احولها للسانتي من ملي لسانتي بقسم على كام على عشرة يبقى الكلام ده دي هتسوي 3 و 5 من 10 سانتي متر طيب 1 و 2 من 10 متر عشان احولها للسانتي من متر للسانتي بضرب في كام في 100 يبقى بتسوي 120 سانتي متر يبقى هنا أنا وديه للطارة هو من دهالي بالسانتي متر أنا وحدت وحداتي كلها الاولة هي الديه للعمود بالسانتي الـ L للعمود بالسانتي الديه للطارة بالسانتي الـ G بالنيوتن على السانتي متر المربع التاو بالنيوتن على السانتي متر المربع كده نقدر اكتب قانوني وحل المسألة بتاعتي بدون ما احصل في لخبطة عندي طيب القانون بيقول لي والله القانون بيقول لي ان التاو على الـ R بتسوي التي على الجي بتساوي G في السيتة على ال L دول تلت نسب دول عندي تلت نسب متساوية انا ممكن اخد نسبتين واشتغل عليهم القولة او التانية او التالتة واشتغل عليهم يبقى مش شرط ان انا اشتغل على التلت نسب مع بعض انا بشوف ايه اللي متوفر عندي منهم وابدأ اشتغل عليهم الاول تعالوا نحسب شوية حاجات كده عندي انا بقول ان التاو ده اجهاد الايه القص الالتوائي طب وبساوي كام بساوي 6000 نيوتن على السنتيمتر المربع يعني ده موجود عندي طب ال R اللي هي نص قطر العمود نص قطر العمود اللي هو بساوي كام العمود مديني القطر بتاعه 35 من 10 سنتيمتر يبقى ال R بتساوي ايه الاول كده ال R التوهي هتساوي 6000 نيوتن على السنتيمتر المربع طيب ال R للعمود بتساوي 3.5 على 2 عشان اجيب نص القطر بس بساوي واحد و 75 من 100 سنتيمتر يبقى انا اقدرت اجيب التاو وال R دول موجودين عندهم طيب يا مستر التي بتساوي ايه التي ده عزم الالتواء طب عزم الالتواء فين بالزبط على الطارة يبقى انا بشتغل عزم الالتواء بتاعي على الطارة ان القوة اللي هتأثر عندي هتأثر على الطارة وركز معايا في المسألة دي لان هي هتوضح لنا المسألة اللي جاية عزم الالتواء اللي على الطارة دوت بساوي ايه بساوي القوة اللي بتأثر على الطارة في نص قطر اللي ايه الطارة يعني التي بتاعتي بتساوي ال R للطارة خلي بالك كده معايا في ال F اللي بتأثر على الطارة يا مستر ده هو عايز ال F ايه بس انا اقدر اجيب ال R التي بتساوي كام مدين التي مدين التي في المسألة مش مدين التي في المسألة يبقى بقوله والله ان التي بتساوي ال R اللي هي كام نص قطر التارة اللي هو كام مدين القطر خمسين يبقى نصها خمسة وعشرين في ال F يبقى ده مقدار العزم بتاعي اللي هو بيأثر له على الطارة بيسوي 25 نص قطر الطارة او الار بتاعت الطارة في القوة اللي بتأثر عليه طيب نكمل حل المسألة طيب الجي بتاعتي بتسوي الجي ده عندي قانون ثابت ولازم أعرفه اللي هو بيسوي الباي في الدي والصربعة على 32 طيب ايه الباي اللي هي النسبة التقريبية طه 3.14 من 100 والدي اللي هو قطر العمود وال32 ده رقم سابت يبقى بتسوي ايه احسابها ازاي 3.14 من 100 في الدي بتاعت العمود 3.5 خلي مالك انا مش شغال على الار يبقى في 3.5 في 3.5 في 3.5 يا مستر انت كتررتها اربع مرات اه ما هي اص اربعة وانا بتعمد ان انا اكتبها لك اربع مرات عشان تفضل فاكر ان انا بضرب في عدد الاس بكرر الكلام ده في نفسه بعدد الاس اللي موجود عندي يبقى 3.5 في 3.5 في 3.5 في 3.5 اربع مراتهم ليه لانه كتب لقص كام اربعة طب لو قص اتنين ومرتين اتنين لو قص تلاتة يبقى تلات مرات على الكلام ده كله على كام على اتنين وثلاثين طب مضرب الكلام ده كله على اتنين وثلاثين كده هيطلع بسوي كام اربعتاشر وسبعة من عشرة سنتيمتر قص اربعة يبقى احنا كده حسبت الجي بتاعتي وعندي معامل لو نفتكر كده من الحل الاولاني انا حسبت التي التاو بستة لاف وحسبت الار بواحد وخمسة وسبعين من مية والتي اللي هو العزم بسوي خمسة وعشرين في الاف وحسبت الجي ممكن استخدم النسبة لولانية بس اللي هي بتقول لي ان التاو على الار بتساوي التي على الجي طب احنا هستخدم دول ايه ما تيجي نشوف كده من عوض فيه التاو بتساوي كام احنا قلنا ستة لاف صح على الار بتاعة العمود اللي هي بكام بواحد واحد بقول لي تلاتة ونص قلت لك لا ده تلاتة ونص دي القط ما ننساش انا بعوض بالار اللي هو نص القط واحد وخمسة وسبعين من مية بيساوي التي اللي هي انا جبتها بكام بخمسة وعشرين برافو عليك في الاف على الجي اللي احنا لسه حاسبينها اللي هي اربعتاشر وسبعة من عشر اصبح اللي مجولة عندي في النسبة ايه مجولة واحد بس اللي هو الاف طب هنضرب طرفين فواسطين كده في بعض يبقى واحد وخمسة وسبعين من مية في خمسة وعشرين في الاف الكلام ده كله بيساوي كام ستة الاف في اربعتاشر وسبعة من عشر يبقى الاف بس بتسوي كام هتسوي السايب على اللي في الطرف معاه او الطرف التاني على اللي في الطرف المضروب معاه يبقى بتسوي ستة الاف في اربعتاشر وسبعة من عشر على واحد وخمسة وسبعين من مية في خمسة وعشرين هتطلع الاف بتسوي كام بتسوي الفين وستاشر نيوتين يبقى انا قدرت اجيب اول مطلوب هو طالبه مني في المسألة اللي هو الاف وطلعت بالفين وستاشر نيوتين ناقص للزاوية الزاوية باوتوماتيك هستخدم الايه النسبة التالتة اللي فيها الزاوية اللي هي جي على الال والسيتا طب ماجا بص كده للنسبة التالتة الجي معروفة مدهالي في المسألة اللي هو معامل الجساء تمانية في عشر عسل ستة والال معروفة اللي هو طول العمود اللي انا طلعته بمئة وعشرين سنتي حولته من واحد واثنين من عشر متر من مئة وعشرين سنتي وعندي التي والجي وعندي التي والار حسب ما انا عايز استخدم اني نسبة من اتنين فبقول والله عشان انا مش هلاخبط نفسي انا بقول والله ان التي التي بتاعتي على الجي بتساوي الجي في السيتة على الال لما النسبتين اللي جنب بعض النسبة التانية والتالتة التي بتساوي كام هقول خمسة وعشرين في اف لا خمسة وعشرين في اف انا طلعتها بكام بالفين وستاشر على الجي اللي احنا حسبناها باربعتاشر وسبعة من عشر وقانون الجي تاني اللي هو البايف ديقو السرباع على اثنين وثلاثين ما نساويوش لانه سابت معايا في كل المسائل ممكن يدهولك في المسألة علما بان الجي بتساوي كذا او مش يدهولك وانت دايما اوتوماتيك هو في دماغك هتساوي الجي اللي هو معامل الجسائل بساوي كام تمانية في عشرة والسي ست هو مدهالي في المسألة طيب في سيت على طول العمود اللي احنا حولناه بالصمت من واحد واثنين من عشرة متر لمية وعشرين صمت طبعا كال زي ما عملنا في النسبة اللي فاتت هضرب طرفين فواسطين وقول والله واحد اربعتاشر وسبعة من عشرة في تمانية في عشرة والسي ستة في السيتة بتساوي مية وعشرين في خمسة وعشرين في الفين وستاشر سامق واحد حبيب الشاطر بيقول سيتة يا مستر هتساوي السايب اللي هو في الطرف التاني اللي هو مية وعشرين في خمسة وعشرين في الفين وستاشر على اربعتاشر وسبعة من عشرة في تمانية في عشرة قس ستة بالآلة الحاسبة بتاعتي اضرب اللي فوق ده كله في بعضه وقول تساوي بعد ما اضربهم على اربعتاشر وسبعة من عشرة تساوي على تمانية تساوي على عشرة قس ستة تساوي ومنساش بدل ما اعمل على اعمل فيه لان لو عملت فيه انا بضرب مش بأس الكلام ده كله هيساوي خمسة من مية ريدياس او الرات بتاعتي اللي هو مقدار الزاوية الدورانية اللي لفت بمقدار خمسة من مية وكده انا قدرت اجيب الايه السيتة بتاعتي طيب فيه اجهاد تاني اللي هو اسمه اجهاد الحن اجهاد الحن في الاعمدة المستقيمة يعني ايه انا عند عمود وهأثر على العمود بقوة زي ما انت شايف على الرسمة كده العمود بتاعي اهوت هأثر عليه بقوة من المنتصف ومثلا تعمل لحني فيه هتتني اما تتني للعمود مدل ما هو مستقيم كده لا اصبح العمود متن كده طيب العمود لما اتنى كده اللي هنا ده اصبح اجهاد ضغط وهنا اصبح اجهاد ايه شد يعني ايه يعني جزيئات العمود لو انا مسكت العمود كده بتاعي كده وهو وطنيته كده بالمنزر ده ده كده اتنى انا شد يعني فيه جزيئات اتضغطت وفيه جزيئات حصل لها ايه شد طب الجزيئات او المستويات اللي في النص لحد ما اوصل للمحور بيبدأ اجهاد الشد او اجهاد الضغط اللي بتأثر بالجزيئات يقل لحد ما يتلاشى عند المحور اللي انا باخد عنده العزم لو انت شايف الرسمة كده هو مقدار اجهاده هو بتاعي او الازاحة بتاعتي اللي حصلت هنا في النص هنا ما فيه صفر هنا فيه صفر هو عندي يعني الخطين متلامسين تقاطع بتاعي هنا بصفر يبقى هنا الاجهاد اتعدم المستوى ده هو معناها ان المستوى دوت كده ما فيش اي اجهاد على الجزيئات اللي فيه لا اجهاد ضغط ولا اجهاد شد طيب لما اجيب بقى العزم بتاعتي حوالين المحور ده كده بجيب القانون بتاعي بقول لي ايه الخط ده انا بقول عليه خط السطح المتعادل يعني خط اللي ما بحصلش فيه تأثير الجزيئات لو اجهاد ضغط ولا اجهاد شد وعشان كده بشتغل عليه لان هنا بتعدم الاجهاد على جزيئات المادة بعتبره زي نقطة الصفر بتاعتي لسه ما بدأت شعمل حاجة لكن هو اللي بيحصل ايه ان المادة بتتضغط يحصل لها الضغط فهنا يحصل تاني اجهادات ضغط المادة جزيئاتها بتتضغط كلها على بعضها ومن تاني يما بيحصل ايه تباعد بين الجزيئات وبعضها فيحصل اجهاد ايه شد لكن في المستوى السطح المتعادل او عند محور الشغلة او عند محور العمود بيبدأ يحصل ان الضغط ده يتلاشى او الاجهاد ده يتلاشى فبقول ان الخط ده هو بقول عليه خط السطح المتعادل او بسميه محور التعادل وبقول ان اجهاد الحن او اجهاد الانحناء ده هو اسمه السجما بي السجما بي بيسوي ايه السجما بي بيسوي ايه بيسوي ايه محصلة العزوم او الام بتاعتي اللي هو العزم بتاع القوة كلها اللي بتأثر على العمود بتاعي عند المحور التعادل ده في الواي على الاي طب نشوف دي ايه ودي ايه ده قلنا السجمة بي اللي هو اجهاد الانحناء يعني ايه اللي هيحصل للعمود لما انحني كده مقدر الجهة ده قد ايه عشان العمود ده ينحني يعني انا عرض على العمود حملة قد ايه يخلي العمود ينحني بالصورة اللي احنا شفناها ده طيب الام اللي هو عزم الانحناء عند النقطة او عند محور التعادل او مقدر العزم كلها لو عند اكتر من قوة يبقى باحسب العزم كلها عند محور التعادل دي ومقول العزم عند محور التعادل ليه لانه عنده بيتلاشى مقدر الاجهاد على المعدة النفسه او على جزائيات المادة نفسها طيب الواي بقول الواي دي عبارة عن المسافة بين محور التعادل اللي بنعدم عنده الاجهاد وابعد نقطة على سطح العمود او ابعد نقطة على سطح الجسم اللي حصله الانحناء يبقى ثاني الواي هي المسافة بين محور التعادل وابعد نقطة على السطح الخارجي للعمود او للجسم اللي حصله الانحناء طبعا في حالة لما يكون عمود مستدير ابعد نقطة دي عبارة عن ايه او الواي دي عبارة عن ايه هي بالطبيعة هتساوي المسافة من مركز العمود او من القطر بتاع العمود مركزه او القطر المتعامد بتاعه او محور التعادل بتاعه لحد نهاية السطح اللي هي عبارة عن نص قطر العمود يبقى اوتوماتيك لو قداني في مسألة عمود دائري يبقى هي عبارة عن نص قطر العمود اللي هي الواي العزم الثاني الاي دي بقول عليها العزم الثاني لمساحة المقطع حول محور العمود يعني المساح اللي اتأثرت باجهاد الانحناء او اجهاد اللي انا اثرت بيها على الجسم وحصل للجسم الانحناء بجيب المساحة حولين محور التعادل دي بقول عليها العزم الثاني ودي بتبقى قوانين سابتة عندي طيب ناخدهم كده ونشوف هم اربع جزئيات بسيطة هم كل مسائلنا بتلف او بتدور حوليهم لو انا عندي مقطع للعمود عبارة عن مستطيل لو انا مقطع العمود اللي انا شغال عليه عبارة عن مستطيل يعني مستطيل يعني لو طول بسميه مثلا بي ولو عرض هسميه ايه يبقى لو طول و ايه وعرض او طول مثلا هسمي بي والعرض قاسف هسميها مثلا اتش عشان اقول عليها الاتفاع مثلا او عرض العمود هتسميها اتش طيب الاي بتاعتي لو العمود بالمنظر ده كده الاي بتاعتي بتساوي ايه الاي هتساوي ايه بتساوي البي طول العمود او طول الجزء اللي انا هحسمه في الاتش تكعيم اللي هو العرض بتاعي تكعيم على 12 ودي حاجة سابتة لازم بعرفها لانه ممكن مش تدهالي في المسألة يبقى انا لازم تبقى دي في الماغ ممكن ما يدهاليش في المسألة طيب لو انا عندي مقطع العمودة عبارة عن دائرة عفوا لو مقطع العمودة عبارة عن دائرة قطر الدائرة ده عبارة عن ايه قطر الدائرة عبارة عن ادي بتاعتي طيب ازاي احسب الاي الاي هتساوي ايه بتساوي البي في الدي قصة اربعة على اربعة وستين فاكرين الجه كانت البي دي قصة اربعة برضو بس على كام على اتنين وتلاتين ما اخلطش بينهم بقى فيه فرق بين الاي اللي هو العزم الثاني وفيه فرق بين الجه طيب لو انا عندي مقطع العمودة عبارة عن استوانة مفرغة او مجوفة يعني لها ايه لها قطرين قطر خارجي وقطر داخل زي ما احنا شايفين كده دي عبارة عن استوانة ايه مفرغة مفرغة في فاضي في النص هل هحسب كل المساحة دي او كل القطر ده لا ما فيه جزء فاضه يبقى انا مفيش دي ان احسب الاجهاد عليه يبقى انا بحسب الاجهاد على التخل اللي عندي بس طب دي احسبها ازاي اقول له والله الاي بتساوي ها خدناها في مسألة شبيهة بيها بقول الباي ها في الدي لو انا فرضت مسلا ان الدي الخارجية دي عبارة عن دي كابتل عشان افرق بينها وبين الدي الداخلية اللي هي دي سمول بقول له ان الدي كابتل قصة اربعة ناقص الدي سمول قصة اربعة واللي يطلع اضربه في الباي على اربعة وستين برضه يبقى هنا لو الشكل عبارة عن مستطيل طول في عرض يبقى الطول في مكعب العرض على اتناشر لو الشكل عبارة عن دايرة يبقى الباي دي قصة اربعة على اربعة وستين لو الشكل عبارة عن دايرة مفرغة أو استوانة مفرغة لها قطر خارجي وقطر داخلي يبقى الباي في القطر الاكبر ناقص القطر الاصغر بس كل واحد قص اربعة على اربعة وستين برضو طب لو الشكل عبارة عن مسدس ممتظم زي ما احنا شايفين كده احسبه ازاي عندي في المسدس ارتفاع هنا وهو وبسميه اس الارتفاع ده هسميه اس ازاي احسب الاي بتاعتي او العزم الثاني للشكل اللي على شكل مسدس بقول والله ان الاي بتساوي خمسة في جز التربيع التلاتة الاس قص اربعة الارتفاع ده هو قص كام اربعة على المية اربعة واربعين ببادي اربع اشكال لاربع مقاطع من الاعمدة عندي ممكن يبقى العمود بتاعي على شكل مستطيل ممكن على شكل دائرة ممكن على شكل استواني بس استواني مجوف يعني له قطر خارجي وقطر داخلي ممكن على شكل مسدس حسب شكل العمود اللي عندي والاي بتاعتي سبتة لكل نوع من نهم الاي للنوع المستطيل بتساوي الطول في العرض تكعيب على اربعة واثناشر طول في العرض تكعيب على اتناشر لو الدايرة يبقى باي في الديه قص اربعة قطر الدائرة قص اربعة على اربعة وستين لو استواني مجوفة تاني يبقى القطر الكبير قص اربعة نقص القطر الصغير قص اربعة والناتج اضربه في الباي على اربعة وستين لو على شكل مستطيل ويبقى العمود بتاعي اللي على شكل مسدس على 144 وده اسمه الجهد الانحناء اللي هنشوف عليه مسألة دلوقتي بيجي مسائل بقى بتاعتي بقول لي بقول لي قضيب له مقطع مستطيل الشكل مسبت من احد نهايتين ويحمل سقل مقداره 400 نيوتين عندي في المسألة كده بقول لي قضيب ادي نقطة تسبيت بتاعتي واضي الاضيب بتاعي مسبت من احد النهايتين ومن النهاية التانية بيأثر عليه حمل مقداره بيساوي 400 400 نيوتين الحمل ده بيبعد عن مقطة التسبيت مسافة قدرها 30 سنتيمتر تمام فاذا كان اقصى اجهاد انحناء مسموح به اقصى اجهاد انحناء مسموح به 4000 طيب رمز اقصى اجهاد انحناء مسموح به اللي هو إيه اللي هو إيه محدش قال اللي هو السيجما بي اللي احنا لسا عالين السيجما بي اللي هو لحسا عالين اللي هو بيسوي الام في الواي على الاي خلي بالك السيجما بي دي بتسوي كام هو من الدهلي بتسوي كام 4000 نيوتن على السنتيمتر المربع يا مستر ده مديني المسافة بالسنتيمتر ومديني إجهاد الانحناء بالسنتيمتر المربع يبقى أنا هشتغل بدون تحويل وحدات يبقى الوحدة بتاعت سبتة زي ما هي مش هحتاج إن أنا حول وحدات احسب بقى عمق عمق القضيب ده هو اللي هو اللي هو المسافة دي اللي هو الارتفاع بتاعي يعني ارتفاع القضيب عايز ارتفاع القضيب ماشي طيب احسب عمق أو ارتفاع مقطع المستطيل ألما بأن ارتفاعه ضعف وعرضه ألا ومديني رسمة كده للقضيب كده هو بقول لي والله إن الارتفاع ده هو اسمه بي وإن الارتفاع ده هو بقول لي الارتفاع ضعف العرض يعني معاناها إن البي بتسوي اتنين ايه طيب ده هيفيدني في ايه يا مستر يفيدك إنك ممكن تشيل البي وتحط المكانها اتنين ايه أو تشيل الاتنين ايه وتحط المكانهم البي حسب ما نشوف القانون في ايه وهنعوض ازاي في المسألة يبه هو عايز ايه في المسألة قضيب له مقطع مستطيل الشك مسبت من احد نهايته ويحمل سقل مقداره 400 نيوتن على مسافة 30 سنتيمتر من النهاية المسبتة فإذا كان اقصى اجهاد انحناء مسموح به 4000 نيوتن على السنتيمتر المربع احسب عمق ارتفاع مقطع المستطيل يبه هو عايز البي بس عمق ارتفاع مقطع المستطيل قال من بان ارتفاعه ضعف فعرضه بكل المسألة ده عشان اجيب الارتفاع اه طب انا هحل ازاي مانا طلعت بيانات المسألة بتاعتي وتعالا نكتب القانون بتاعنا ونشوفها نحل ازاي الاول عشان افكر في المسألة هو مديني رسمة دي ليه مديني العمود متسبت من طرفين ومديني القوة اللي بتأثر عليه 400 نيوتن ومديني المسافة من نقطة التثبيت لحد مكان تأثير القوة بتاعتي مسافة 30 سمت ليه عشان احسب الام اول حاجة عندي في القانون هجبها اللي هي الام الام بتساوي ايه بتساوي الاف في الطول العمود اللي هو الال اللي مثلا اللي هو بتساوي الاف 400 في 30 طبعا لما اضرب 400 في 30 هتطلع كده 12 وقدامها 3 صفار اهم يعني 12000 فممكن اكتبها كده وتساوي 12 في 10 قس 3 تمييزها عبارة عن ايه بص قوة في مسافة يبقى تمييزها نيوتن تمييز القوة نيوتن في المسافة اللي هي السنتيمتر يبقى الام طلع 12 في 10 قس 3 نيوتن في السنتيمتر طب تعالوا نشوف عزم القصور عزم قصور المساحة او اللي بقول عليه العزم الثاني زي ما قولناه قبل كده اللي هو بساوي ايه ده مصطر ده عمودة على شكله مستطيل يبقى الاي بتاعته بتساوي كام بتساوي البي هه الاتش تكعيب على 12 تعالوا نفكر شوية كده هو البي دي عبارة عن الايه الارتفاع بتاعي طب والاتش العبارة عن ايه العرض بتاعي طب يا مستر ما انت لسه ايه اللي انا انه هو عرضه ضعف طوله عرضه ضعف ايه طوله طب انا اما كنت رسم الرسمة الاولانية البي دي البي دي عبارة عن هشيل البي وحط مكانها الايه يبقى هنا البي مكانها الايه اللي هو عرض المستطيل هه في الطول بتاع اللي هو اتش تكعيب اللي هو هشيل البي وحط مكانها ايه اتنين ايه الكل قس تلاتة على كام اتناشة ما جضرب اتنين قس تلاتة يعني اتنين في اتنين في اتنين بتساوي كام تمانية طب ايه قس تلاتة في ايه يبقى ايه قس اربعة على اتناشة طب هنا ايه المشترك بين التمانية والاثناشر الاربعة المقسم اللي فوق على الاربعة يبقى اتنين ايه قس اربعة على تحت على الاربعة في ايه التلاتة يبقى اتنين ايه قس اربعة على كام على تلاتة دي عبارة عن العزم وقلت ده عزم مساحة يعني باعتبر ان المساحة هي القوة وبضربها في مساحة المقطع اللي بتأثر للعزم دوت يعني هتطلع بالسنتي متر قس اربعة لانه مساحة في مساحة سنتي تربيع في سنتي تربيع بسنتي قس اربعة انا جبت الاي وجبت الام ده يصنل ايه الواي طب انا هجيب الواي ليه ابص للمسألة كده السجما بي بتساوي ايه السجما بي بتساوي الام في الواي على الاي يا مستر ما انت لسه قايل ان الواي دي عبارة عن ابعد مسافة بين محور التعادل لحد النقطة اللي موجودة على السطح الخارجي للعمود او نقطة اللي موجودة على ابعد نقطة على سطح العمود بتأثر عليها الحم يعني هو بالزبط عبارة عن الاي اللي هو ارتفاع الجسم يعني معناها كده الام دي طلعت بكام الام باثناشر في عشرة قس تلاتة في الواي دي عبارة عن اي عن الاي اللي هو ارتفاع العمود او السمك بتاع العمود ده اهو تخانة دي اللي هي المسافة بين النقطة دي للنقطة دي اللي هي نقطة تأثير الحم طيب على الاي اللي هي طلعة بكام باتنين ايه قس اربعة على تلاتة اللي هضربها فوق في البسط عشان مقام المقام بيطلع بسط هضربها في البسط فيين في تلاتة طب نيجي نشوف المسألة كده نختصرها مع بعضين انا قلت هكتبها تانا السجما بي بتساوي اتناشر في عشرة قس تلاتة في الاي في التلاتة بتاعت المقام بتاعت الاي اللي انا طلعتها في البسط على اتنين في الاي قس اربعة هختصر كده على الاتنين في الواحد تحت على الاتنين في الستة يبقى الستة في تلاتة بطمانتاشر يبقى السجما بي السجما بي بتساوي تمنتاشر في عشرة قس تلاتة والاي هتروح مع ايه من تحت هتبقى لي تحت ايه قس كام قس تلاتة يبقى الايه قس تلاتة هتساوي ايه هتساوي تمنتاشر في عشرة قس تلاتة على السجما بي طب ما السجما بي اللي انا من دهالي في المسألة اللي هي بتساوي اربعة تلاف يبقى تمنتاشر في عشرة قس تلاتة على اربعة تلاف هتطلع بتساوي اربعة وخمسة من عشرة سنتيمتر مكعب طب الايه بس الجزر التكعيبي لأربعة وخمسة من عشرة اللي هي هتطلع بتساوي واحد وخمسة وستين من مية سنتيمتر دي الايه طب انا عايز اللي هو الارتفاع بتاعي اللي هو بتاعت بتساوي اتنين ايه يبقى البي بتساوي اتنين في واحد وخمسة وستين من مية اللي هي هتطلع بتساوي تلاتة وتلاتة من عشرة سنتيمتر كده حبايبين اخدنا اجهاد الانحناء وخدنا كل المسائل اللي تخصي الاجادات عليه وكل قانون خدناه طبقناه وان شاء الله في لقاء اخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه واتمنى لكم النجاح والتوفيد